هو موجود على فكرة الناس كثير قوي فكرة ان هو مش موجود هو موجود بس هو مش قريب يعني مش قريب خالص رجل اعمال خري كلية تجارة طلق والدتها واتجوز ستة تانية واسس بيت وما بقاش يسأل عن بناته حكاية والد الفنانة هناز زاهد مش هتصدق ليه طلق امهنا ورفض بناته تعيش معاه وليه ما بيسألش عنهم ولا بيظهر معهم في اي مناسبة وهل فعلا ما حضرش فرح هناز زاهد وإيه كان رد فعله على طلقها من احمد فهمي هناز زاهد فنانة حققت شهرة كبيرة من وقت ظهرها في عالم الفن ولاحظ البمهور ان دايما هناز بتنشر صورها مع اخوتها ووالدتها وعمرها ما ظهرت في اي لقاء واتكلمت عن ابوها لدرجة ان الكل كان فاكر والدها رحل وهي طفلة وجز والدتها طلعت زكريا هو اللي رباهم وعوضهم عن غياب الاب لكن المفاجأة ان هناز زاهد ظهرت في لقاء مع اسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة وقالت ان والدها متجوز ومخلف وعنده اسرة تانية وهو عايش مبسوط معهم وبسؤال هناز عن مين والدها وليه مختفي وليه مش بيظهر معهم في اي لقاء قالت والد موجود وناس كتيرا فاكرا ان هو مش موجود وكان في فرحي بس هو مش قريب مني خالص وكان نفسي يكون قريب زمان كنت بخافع من المشاكل في المدرسة علشان لما يجي الاستدعاء وليه امر ماما هي اللي هتيجي وانا عايزاه هو اللي ييجي عشان اقول لهم ده بابا محدش يقدر يعمل لي حاجة داي بهدلكم والحتة دي ما كانتش موجودة وقالت كمان لما كنت في فرح بنت صلاح عبدالله وشفته هو بعيط وفرحان انا وقفت على جنب كده وفضلت عاية قوي قلت انا الاحساس ده عمري ما حستيته كان نفسي احسه بحاول اكلمه هو انسان كويس جدا لكن هو عنده عيلة تانية ربنا يخليهم لي وربنا يخلهو لي هو في الاخر ابويا بس انا افتقدت قوي مشاعر الاب معرفش يعني ايه اب اصلا بحس ان اللي في سنة اخواتي اكتر انا عايزة حد يحتويني اكتر انا مش قادرة انا اللي احتوي بس لأ انا عايزة ليحتويني ويبقى ظهر وسند ابقى حاسة بامان الامان ده حاجة كبيرة اوي وختمت كلامها وقالت بابا شخص جميل وبيسأل علينا من وقت للتاني بس انا ما بشوفهوش خالص انا كان نفسي لما حب حد اروح اقول له ده كويس ولا لأ طب اعمل ايه كان نفسي اوي يعيش الاحساس ده الى الان مفتقدة مشاعر الاب وعلشان كده خايفة من فشل الزواج وطلعت زكريا حاول يملى الجزء ده وفي نهاية الحلقة وجهت هانا رسالة لولدها وقالت انا كان نفسي تكون معايا في كل فترة من حياتي وتسمع كل الجواية هو انسان كويس اوي ومثقف جدا فكان هيديني من خبرته ومن تجاربه فانا كنت مفتقداك اوي في حياتي وكان نفسي تقول لي لا على حاجة او قرار شايف انه غلط تقول لي لا ما تعمليش كده مش موافق ومن وقت كلام هانا سأل رواد السوشال ميديا مين هو عادل الزهد هو من محافظة كفر الشيخ هو خريج كلية تجارة جامعة القاهرة وحاليا بيشتغل رجل اعمال كبير عادل الزهد اتجوز من شيرين المنزلاوي بعد قصة حب كبيرة وخلف منها ثلاث بنات وهم هانا وفرح ونور وبعد فترة دخل بينهم المشاكل والخلافات الكبيرة ووصلت لحد الطلاق ومن اليوم ده اختفى عادل الزهد من حياة بناته لحد النهاردة وبكنش لي اي دور معاهم ولا حتى بيزورهم والدة هانا شيرين المنزلاوي اتجوزت من الفنان طلعت زكريا ومن وقت جوازها منه وهو اعتبرت ثلاث بنات بناته وكان بيعملهم زي ايمي بنته بالضبط وكان هو استبب في دخولهم الوسط الفني في بداية ظهور هانا الجمهور افتكر ان طلعت زكريا هو ابوها وان الزهد ده لقب فني مش اكتر لكن هانا فجأت الكل وقالت ان الراحل طلعت زكريا ده جوز والدتها ويعتبر والدها التاني وعاشت هانا حياتها كلها بعيدة عن والدها في الوقت اللي هو استس اسرة تانية وعايش معاهم وقالت ان والدها كان ممكن يحضر بعض المناسبات العائلية بس ده ما كانش بيتم بشكل دايم لانها بتقعد سنين ما تعرفش عنه اي حاجة نهائي علشان كده من صغرها اشتغلت في التمثيل علشان تقدر تشغل وقتها وتنسى المقاس اللي كانت عايشة فيها بسبب انفصال والدتها ترجمة نانسي قنقر